اشتركوا في القناة 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 ندير وقفت خلف الشجرة خلف ضرف مكان مفعول فيه ضرف مكان إذن سافرت ليلة السبت عندنا مفعول فيه ضرف زمان وقفت خلف الشجرة مفعول فيه هو خلف ضرف مكان أنجز على دفتري على دفتري أضع خطا تحت ضرف زمان وخطين تحت ضرف المكان فيما يأتي إذن سنقرأ النصف إما بنشي ضرف زمان سنوضع عليه خط وإذا بنشي ضرف مكان سنوضع عليه خطين كنضر على المفعول فيه إذن استيقضت صباحا عفوا استيقضت صباحا فانطلقت خارج البيت لأني على موعد مع صديق لي لزيارة معرض الاختراعات الحديثة وجدته ينتظرني أمام باب المعرض لقد قضينا ساعة نتجول بين أروقة المعرض واستمتنا بمشاهدة أحدث الاختراعات العلمية إذن استيقضت صباحا لدينا هذا ضرف زمان مفعول فيه ضرف زمان نضع عليه خط واحد هذا الخط واحد هذا عندكم نضعوا ليش خطوطة خط واحد فانطلقت خارجه هذا ضرف مكان نضعوا ليش خطوطة بحلقة البيت لأني على موعد مع صديق لي لزيارة معرض الاختراعات الحديثة وجدته ينتظرني أمام ضرف مكان باب المعرض لقد قضينا ساعة مفعول فيه ضرف زمان إذن صعفي هدوهما المفعول فيه اللي كانين في هذا النص عندنا صباحا ضرف زمان خارجه ضرف مكان أمام ضرف مكان ساعة ضرف زمان أركب أفوان أركب كل مفعول فيه في جملة مفيدة عفوان تحت ليلة بين النهار إذن عندنا هذا المفعول فيه غدين حاولوا نركب كل مفعول فيه آآ في جملة معينة إذن عندنا تحت غدين قولوا رأيت القطة تحت المائدة رأيت القطة تحت المائدة آآ نفعل فيه التاني ليلة زرت جدتي ليلة الخميس زرت جدتي ليلة الخميس زرت جدتي ليلة الخميس وجدت الطائرة بين الأشجار عندنا نهارا هذه نقوله لعبت الكرة نهارا 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 إذن رأيت القطة تحت المائدة عندنا هنا مفعول فيه ضرف مكان زرت جدتي ليلة الخميس عندنا نفعل فيه ضرف زمان وجدت الطائرة بين الأشجار ضرف مكان بين لعبت الكرة نهارا ضرف زمان مفعول فيه ضرف زمان نمر إلى الإملاء أرسم الألف اللينة رسما صحيحا فيما يلي عندنا انتهى قضى إذن كما قلنا من قبل باش نعرفه واش نكتبو الألف اللينة والألف عفوا نكتبو الألف المقصرة وللألف الممدودة نحول الفعل من الماضي إلى المضارع إذا تسللنا الفعل بلياء نحولها الألف إذن تكون لدينا ألف مقصورة وإذا اتهنا بالواو تكون لدينا ألف ممدودة إذن انتهى نردوها للمضارع ينتهي إذن المضارع ديها كسال بلياء إذن تكون لدينا ألف مقصورة انتهى هكذا قضى نردوها للمضارع يقضي إذن ألف مقصورة كذلك قضى السلقى نردوها للمضارع يسلقي إذن تسلت نبلياء في المضارع إذن ألف مقصورة إذن هكا كنعرفه كيفاش واش نحطو ألف ممدودة لألف مقصورة ارتضى يرتضي إذن ألف مقصورة سمى يسمو ها إذن الفعل هذا في المضارع كسال بلياء يسمو إذن ألف ممدودة غلاء يغلو إذن ألف ممدودة إذن انتهى قضى السلقى ارتضى سمى غلاء إذن أعزائي الكرام عزيزتي الكريمات متابعي قناة إيكول الشادلي كان هذا هو الفيديو دي اليوم تثبيت وتطبيق للصرف التحويل والتراكيب والإملاء صفحة رقم 140 من كتاب اللغة العربية المنير في اللغة العربية للمستوى الخامس من التعليم الإبتدائي أتمنى أنكم تكونوا استفدتمعنا في الفيديو هذا إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله هدمتم في رعاية الله ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر